تحياتي أصدقائي اللي بيحبوا محتوى السينما فهذا الفيديو لكم فول هو فيلم إثارة وتوتر فيلم من إخراج سكورتمان بطولة غريس كارولين كوري وفرجينيا غاردنر وقصة الفيلم تتحدث عن صديقتين تتسلقان برج راديو اتفاعوا ألفين قدم وبعدها يجدون أنفسهم محاصرين دون أي وسيلة للنزول الفيلم ذكرني بفيلم 127 أورز أو كاست أوي وغيرها من أفلام النجاة يعني شخصية أو شخصيات معينة تكون عالقة في مكان ما ولازم يلاقوا طريقة للخروج من هالمكان والنجاة يعني فول فيلم متوقع ولكن للأمانة هذا الفيلم البسيط دول ميزانية المخفضة حوالي 3 مليون دولار صراحة صدمني واستمتعت فيه أنا كنت متوتر طول الفيلم لأنه الفيلم تم إنتاجه ليوتركم يحبس أنفاسكم مع شخصيات تقليدية شفناها بأفلام مختلفة بس بصراحة ما حسيت بالملأ عنا الشخصية الحزينة الهادئة ذات ماضي أليم وعنا صديقتها وهي النقيضة لتلك الشخصية اللي هي متهورة وعندها اهتمامات بالسوشال ميديا وبتصور فيديوهات وصور انستغرام فيه تضاد بين الشخصيتين عزز تعلقي بالفيلم وهالنوعية من الأفلام لازم يكون فيها حوارات جيدة مشان المشاهد ما يمل الجزء الأكبر من القصة صاير على منصة برج عالي وعنا بس شخصيتين الفيلم نجح بشد انتباهي وحطني محل الشخصيات مشان فكر بطريقة للنزول أو أي طريقة معينة مشان اطلب المساعدة والنجاة كان فيه صراعات معينة تصير بين الشخصيتين ولكن هالصراعات كانت بمكان صغير جدا لا تتجاوز مساحته المتر المربع فكيف رح يتغلبوا هالصراعات هاي فهون الكاتب والمخرج ارفوا كيف يمشوا القصة مع الأحداث يخلوا المشاهد يستثمر وقته بهالفيلم البسيط بهالفيلم فيه أحداث متوقعة أنا كنت مركز من بداية الفيلم ولكن في حدث واحد قوي جدا رح يصدمك بنهاية الفيلم فبرافو للمخرج الزوايا التصويرية كانت مذهلة ورائعة فيه مشاهد من فوق انت بتشوف رتفاع البرج فيه مشاهد من الأطراف ومن تحت فالتصوير كان مذهل بتحس ان الشخصيات خلص أي رياح قوية رح توقعون عن البرج وتخليون يموتوا وهذا الفيلم أبدا لا ينصح فيه للأشخاص اللي عندهم فوبيا وخوف من الأماكن المرتفعة وهالفيلم يتكلم عن الخوف طبعا مو الخوف من الأماكن العالية الخوف من الآلام اللي صايرة بالماضي فالكاتب عرفي برر ليش الشخصيات راحوا لهالمكان تبرير ما كان عميق ولكن هالنوعية من هالأفلام لا تحتاج لعمق فالحبكة كانت جيدة من حيث تبرير أفعال الشخصيات بالنهاية أنصحكم بمتابعة الفيلم على أكبر شاشة ممكنة وتقييمي الشخصي 7 على 10 انتو شو رأيكم بالفيلم وقديش تقييمكم من 10؟ وبتحبوا هالنوع من الأفلام؟ اكتبوا لي رأيكم بالتحليقات وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك وتشاركوا مع أصحابكم كان معكم محمد المنصور شوفكم الفيديو الجاي سلام